مبطلات الصلاة الأول أن يتكلم متعمدا عالما تحريم الكلام ذاكرا لا ناسيا لكن إذا تكلمه جاهل تحريم الكلام فالصلاة الصلاة صحيحة أو تكلم ناسيا الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة الثاني الحركة الكثيرة يتحرك حركة كثيرة وهذه الحركة متتابعة متتالية وحركة لغير حاجة ليس محتاج لهذه الحركة عرفا يعني تراه تظن غير مسلم من كثرة ما يتحرك الثالث الثالث الالتفات الكثير عن قبلة هذ القبلة هو يلتفت هذا الاتجاه أو يلتفت هذا الاتجاه الالتفات الكثير عن قبلة يلتفت هذا الاتجاه كذلك انتقاض الطهارة لو خرج منه ريح مثلا الالتفات الكثير عن قبلة هل معنى هذا انكشاف العورة قلنا خاصة من يصلي في البنطال حال السجود والركوع ذا انكشفت العورة الصلاة باطلة هذ القبلة كانت باستران داريكا وانا اوراة ولي واقع انا نمسكار باطلة برادان ماي بياند نمسكاريكم بركون سجود الانه وستيل اوراة ولي واقع انا نمسكار باطلة نعم كذلك الأكل الشرب الضحق هذ القبلة باستران داريكا ورلان قوديكا نمسكار لابد أن نحذر من هذه المبطلات حتى لا تكون الصلاة باطلة والله أعلم إلا نمسكار باطلة لكن الله كارين نمسكشيكا نمرا نمسكار سيغريكا اللهم اعلم